السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله كيف نضمن مغفرة الذنوب في آخر يوم من رمضان أنا بسرعة سأقرأ هذا الحديث الذي فيه بشرة فيه بشرة لكل مؤمن ولكن هناك شروط لمغفرة هذه الذنوب هذه البشرة زفها لنا النبي عليه الصلاة والسلام استمعوا معي لهذا الحديث العظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له صلى الله عليه وسلم يعني ما معنى رغم أنف فلان الإنسان أحيانا كان يمرغ أنفه بالتراب يعني هذا هذا التعبير يستخدم أخي الحبيب وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يعني الحسرة والهلاك والتمريغ تمريغ الوجه بالتراب على من مر عليه رمضان ولم يغفر له لم يقم ليله لم يصم نهاره لم يقم ليلة القدر لم يضمن المغفرة رغم أنف رجل مر عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له وكأنه يمر مرور الكرام سبحان الله هذا الحديث يفسره لنا حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن الشرط الأول لبغفرة ذنبك في آخر يوم من رمضان أن تصوم وتقوم وتصلي وتعبد الله في رمضان إيمانا بالله ما معنى إيمانا بالله يعني ليس أن تعبد الله كعادة الناس لا يأكلون لا تأكل إذا ذهبت إلى منطقة إلى دولة غربية الناس مفترون تفتر معهم مثلا إذا ذهبت إلى مكان ليس فيه صلاة لا تصلي لا يجب أن تكون عبادتك لله في هذا الشهر إيمانا به ما معنى إيمانا يعني أن تؤمن أن الله هو الذي فرض عليك الصيام وأنك تصوم من أجل الله وليس خوفا من أحد أو حياءا من الناس وليس من أجل أنه عادة تعودت عليها وليس لأنك تخاف من النار فقط لا الخوف من النار موجود ولكن إيمانا بالله حبا في الله ثقة بالله هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني واحتسابا ما معنى واحتسابا ما معنى يعني أن يحتسب الإنسان الأجر عند الله يعني أن يكون صيامك هذا وصلاتك في رمضان وقيام الليل الذي أديته والصدقات التي أديتها أن تحتسب بها وجه الله وأن تتأكد أن الله سيغفر لك عندما تقول حس بي الله ما معنى حس بي الله الله يكفيني تقول لشخص حسبك يعني توقف يكفيك هذا القدر حسبك احتسابا يعني أنا أرجو أجري من الله لا أرجوه من البشر إذا آذاني أحد أنا أصبر وأحتسب الأجر عند الله إذا كنت مريضا فإنني أحافظ على هذه الصلاة لا أتركها إذا كان حالي ضيق أتصدق ولو بالقليل فإلا لم أكن أملك المال أتصدق ولو بكلمة طيبة الكلمة الطيبة صدقة أتصدق بابتسامة وتبسمك في وجه أخيك صدقة هذه الصدقة التي ألقيها في فم إنسان أو ألقيها بكلمة طيبة أفرح بها قلب إنسان أزيل همّا عن إنسان يجب أن أحتسب الأجر عند الله وأعلم أنه لا يغفر الذنب إلا الله وأعلم أن الله هو الذي سيكافئني إيمانا واحتسابا إيمانا أنا صمت من أجل الله وحبا في الله وطمعا بمغفرته وخوفا من عقابي واحتسابا أي أنني أرجو الأجر عند الله وأنا واثق أنه سيغفر لي يعني كأن هذا الحديث فيه نوع فيه إشارة إلى أهمية الثقة بمغفرة الله لأن الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من الذي يغفر الذنوب؟ الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فإذا شككت للحظة أن الله لا يغفر الذنب هلكت لأن الله يقول في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي تظن أنه لا يغفر بالفعل لا يغفر لك لأن هذا سوء ظن بالله حتى لو بلغت ذنوبك ارتفاع السماء ما دمت تبت إلى الله وأيقنت أن الله يغفر سيغفر لك إياك أن تشك بهذا الموضوع أخي الحبيب لأن الشك بمغفرة الله يهلك الإنسان وهذا أحد مداخل إبليس عليك إبليس يدخل عليك بهذه القضية قضية أن يجعلك تشك بأن الله لا يغفر لك يريك ذنبك عظيما الشيطان يجعلك ترى الذنوب الصغيرة التي تقوم بها تراها عظيمة جدا لا تغفر بينما الله عز وجل يقول لك إن الله يغفر الذنوب جميعا فإذن عندما تصوم رمضان وتؤدي الصلوات والزكاة والعبادات وتحسن أخلاقك وتصبر ابتغاء وجه الله على أذى الناس أنت تضمن بهذا مغفرة الله عز وجل لك على ما فيك من العمل فإذا كانت هذه النية ليست موجودة لديك تداركها ولو في آخر ليلة في رمضان تدارك هذه النية الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا لكم والذين أوتوا العلم درجات الذين أوتوا العلم يرفعهم درجات عنده سبحانه وتعالى فقضية العلم قضية مهمة جدا إنما يخشى الله من عباده العلماء أحيانا قد تأتيك معلومة معلومة تغير حياتك فتنقذك من نار جهنم ولا يذل الله لذلك أخي الحبيب صحح نية الصيام لديك ولو آخر يوم في رمضان ولو آخر ساعة آخر ليلة قل يا رب أنا صمت إيمانا بك وحبا بك وطمعا بجنتك واتقاء نارك وصمت احتسابا أحتسب الأجر عندك أنت ستغفر لي وأنت ستكرمني وأنت ستقبل مني عبادتي إن شاء الله هذا هو معنى إيمانا واحتسابا لذلك من قام بهذا الأمر لابد أن يغفر له أما الإنسان الذي تجد قلبه معلق في الدنيا تجد هذا القلب يتعلق في أمور دنياوية يصلي ودماغه يعمل في أمور دنياوية دماغه يعمل في أمور دنياوية لذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن غفر الله لهم في آخر هذا الشهر الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق